جاءت زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول أفريقية الوسطى برعاست سعادة السفير جيل بيرتو فرسيمو إلى مقر الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات حيث استقبلهم رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري هذا وقد ركز الطرفان خلال اللقاء حول سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من مايو الحالي وكذا العلان المؤقت لنتائج الانتخابات الرئاسية وأقب قروجه رئيس المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا سعادة السفير جيل بيرتو أشار إلى أن وجودهم هنا بناء على ما لاحظه مراقبهم خلال الانتخاب وأنهم ينتظرون النتاج التي سيقدمها المجلس الدستوري لأن هناك تعاني مقدم إلى المجلس الدستوري من المرشحين الثلاث وأن الردود التي تلقونها من رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات والتي ستسمح لهم بتقييم أفضل لكيفية حكم المجلس الدستوري في التعون المقدمة كما رهب رئيس وفد اللجنة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى سعادة السفير جيل بيرتو بمناخ السلام والحدوء الذي أظهره الشاديون خلال العملية الانتخابية